فادي معلش بتتذكر مطلب واحد لكل السوار حكومة مستقلين اختصاصيين شو راحت عملت السلطة السياسية بالمطلب الموحد لكل اللبنانيين تلقى طولت صغير بيقلك حكومة مستقلين اخصائيين نظيفين كف في حدا بهايدي الصالة ما سمع هالمطلب خمسة الاف مرة راحت السلطة السياسية عملت حفلة تنكورية وجيبت اشخاص انا بدي ضل بالكهرباء ما بطلع انا بالصحة مبزيح انا بالمالية انا بالاشغال رجعوا وزعوا المخاصصة على حاله انا كان عندي امل بانقاذ لبنان مش انقاذ مجرد هيدا المرحلة استاذ مرسال تعرف لو راحوا على حكومة مستقلين اليوم كان عنا بصيص امل نقنع العالم انه تغير الاداء وهيدا المافيا مش هي الحكمة هيدا المافيا مش هي الحكمة تعوصوا فينا اعطونا شيء اليوم رايحين الى الحضيد والى الخراب باعي الحكومة يا اكيد العالم كله مين يوم بدي اعطيه ما انت لطلعتي مجلس ويبقل بنا نعطيه فرصة مش انا لا انا ما قدي اعطيه فرصة انا قلت قلي خبرني اول مرة بقعد انا والزلمة قلي بدنا نعطي قلي بدي اعطي مستقلين يا الله شو عم بقلك راح نقلني له عظيم كتير منيح وين حكومة المستقلين يعني كذب عليك اكيد بالمستقلين عملت تويت انه كذب عليك رئيس حكومة كذب عليك مش بس عليك كذب ع كتير غيري فيتوا لعنده وقال له المستقلين يمكن كانت ايرادته لانه انا لما كنت فيتي لعنده كان ظاهر استيس توني فرنجية استيس فريد الخازن واستيس مصطفى الحسينة قالولي حتنبست فيه كتير قلت لهم ليه قل بدي اعمل حكومة مستقلين قلت لهم تكنوكرات قالولي لا مستقلين قلت لهم بس بقى مستقلين عن احزاب السلطة قال ايه قلت لهم شو هل حكي قال ملح يعطي حصص للسياسيين هيك بلغهم كمان لي هقولي استيس فر ظاهرين فدت انا قالي نفس الحديث طلعت قلت هيدا الزلمة عم يلتزم يا صوار يا ناس قدامي مستقلين تكنوكرات نظفي الكف هل كنا عادرين نعمل غير هيك حكومة هيدا السؤال نحنا ناسين انه هيدا الحكومة بده ثقة والنواب الموجودين هلأ بده نعطوا ثقة فبالتالي يعني اليوم اللي قدر عمله دولة الرئيس انه قدر جمع ناس الى حد ما مستقلين مش كله فيك ثلاثة وين مستقلين ثلاثة من عشرين عشرة بالمية مستقلين من اني بس اللي لمية ثلاثة ما بعري بس اذا بدلتك انا اليوم تعرفت على وزير الصناعة ايه تعرفت على عماية حب الله اعلن انه حركة امل قبل اوكي هلأ من قبل حزب الله بس في فيديو هو في فيديو قال انا اللي جيبنا على البلد دولة الرئيس نبيه بري طيب جيبه على البلد دولة الرئيس وقال انا انت بالحركة امل جيبه كمستقل اه ما بعرف لا بالحركة كمستقل ما بعرف اذا كان من حركة امل عام بللك اول يوم انا تعرفت عليه انا بدي احكم على الانسان بالحديث اللي حكيته انا وياه بالافعال اللي ممكن يعمل لو بي انت كصناعة مش بس كصناعة طبعا هو اجل عندي كصناعة بس هو بتعرف كان استاذ بالجامعة بدبي بالجامعة الامريكية بدبي فبالتالي وحالة انه انسان مستقل وحالة انه طب هيدا حب الله غيره غيره تعرف انه بهيدا الوزارة في اكثرية منهم معهم باسبورات امريكية شي كتير حلو مش حلو او مش حلو هيدا غير موضوع طب انه هاي شو بتعتبره يعني لحظة انه معلش استسفال لحظة نطلع نقول في 14 واحد معهم باسبور امريكي لحظة لحظة ديربون الله احيانا معلش استسفال بس لحظة 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 إذا جاي على البلد مؤقت معه باسبور امريكي مرسيل مرسيل ما طلقت كلمة لا لا عظيم هيدا الموضوع انه هيدا الحكومة اذا انتم كنتوا متصورين انه بدا تيجي حكومة مستقلة بعد التكنوكرات ما حتش عارف انا متخصص بملفه بس انا بدك مستقل شو يعني لا المستقل فيك تقل لي وزيرة الاعلام مثلا شو اختصاصها ما عندي فكرة ولا بعرفها ما عندي فكرة ابدا عن الموضوع بس انتم بتصورين بظل مجلس النواب يلي هو هلأ زعلوا تقدم الاشتراكي زعلتوا ما قلكن علي قفية اتفضل بالنتيجة منرجع بطرها ما حكينا قبل هايدي الحكومة بدأ تاخد ثقة من مجلس النواب بس زلمة ماشي بحق الألغام كيف بده يقدر يأمن ثقة اذا جيبوا بالواقع كلهم انت بتعتقد استاذ فادي من معرفتك لانو عم بقرأ تويتاتك بهالشهرين ثلاثة هالحكومة الا علاقة بهالس صوار الموجودين على الأرض نا تبلكين ليش شو عم بتكلم نحنا لكن نحنا كأنه هون الناس ما كانوا موجودين على الأرض سيدي من هون عم نرجع نقول هني برغش رح ارجع اكرر اذا ما وصلنا لانتخابات جديدة ولا مجلس نواب يعبر عن الثورة ما رح تقدر تغير شي بالبلد ما ديموا مجلس النواب بنفس الأسماء ما ديموا انتكتلات هني ذاتهم اذا جبت حكومة مش عزوقهم ما رح اعطوها الثقة بكل بساطة فهيدا الموضوع بنطلع فيه درجة درجة اما اذا كنا متصورين انه منقدر نجيب حكومة التواطن اللي مستقلة ما قالوا الرأي فيها لما القريب لانا بعيد رح يعطوها الثقة بعت اتكلنا متفقين